مشكلة الجوازات السفر للمواطن السوري أصبح كابوس مرعب لدى كل سوري سواء كان في سوريا تحت سيطرة النظام أو تحت سيطرة المعارضة المسلحة أو في أي مكان في تركيا أو في الأردن أو في بريطانيا أو في أي مكان أصبح قضية منح الجواز السفر أو تجديده من العقبات الكبيرة ومن المستحيلات في بعض الأماكن لا بد من إيصال بعض النقاط التي يجب أن يعلمها المواطن السوري أولا يا جماعة الخير جمهور الثورة يقول أنه لماذا الاتلاف الوطني لا يصدر جوازات ما هو في دول اعترفت فيه وفي دول سلمته سفارات وفي دول قالت أنه هو ممثل لشعب السوري هناك فرق بين الاعتراف السياسي والاعتراف القانوني ما تم الاعترافه هو اعتراف سياسي أنه أنت أوكي ممثلي لشعب السوري لكن الاعتراف القانوني النظام الدولي والمجتمع الدولي ومعاهدات فيينا وغيرها لا تعترف إلا بحكومة على الأرض تمارس صلاحيات الدولة يعني عنده سفارات عنده وزارات عنده جيش عنده ثلاث مليون موظف يخضر رواتب تبصل سلطتها على الأرض دونها لا يعترف المجتمع الدولي وقتها عندما يعترف أنه أصبح هناك في دولة نحن نعترف بأي بصبور يخرج عن ممثلية تلك الدول في مسألة لذلك أي واحد يجدد جوازه ويروح يقوله المجلس وطني والله نحن نعطيك استيكر أو نحن نعطيك جواز دير بالله ليش لأن سيصادر بأول مطار بعض من الدول ربما ليبيا أو دولة خليجية ممكن أنه تتغاضى لكن أغلب الدول لا تعترف بهذا على الإطلاق ليه لأن في كود في كل الدول في صعوبة الجوازات النظام يقول أنه نحن طبعا في أسباب أمنية نظام يمنع بعض من الجاليات أو أفراد من الجاليات أنه مطلوب للأجهزة الأمنية أو ما معه أو ما دفع بدل للجيش ما بيطلع له جواز سفر هذه مشكلة كبيرة وهناك مناشدات عديدة أنه وجدون حل في الأماكن التي تسيطر عليها المعارضة في حلب الآن سنشاهد يعني بعض من الناس أو أراء الشارع حول أنه ما هي مشاكلهم في قضية جوازات السفر نشوفها ونعود لنحل هذا الإشكال عندك جواز سفر؟ عندي ما ضد؟ منتهي ما بحسن سفر؟ ما بحسن أن نزل لهنيك عند مناطق النظام حوالت بعتنا عن مناطق النظام مصاري وكذا ما أحسن والله نحن مطلوبين من أيام النظام مظاهرات ما بمنح سننزل على البلد حتى نطالع جواز سفر ونتمنى أنه نحسن نطالع جواز سفر بمناطقنا المحررة نتمنى ذلك ونتمنى من الشباب أنه يشتغلوا على هذا الموضوع الله يعطي من العافية يعني بيكون فضوا أزمة على كثير ناس بحاجة لجواز السفر نتمنى من الشباب منكم توصلون هذه الكلمة للمسؤولين عن هذا الموضوع كنت عسكري وما قدرت أنزل على البلد حتى نطالع جواز سفر وما بقدير بسيفر هالله يعني ما حاولت طالعه ما تنزل؟ ما ما بحسن بنزل لأني هناك صار وقت عسكرية ما بحسن شاقيتني هناك وما يعني ما رأت لعندن ما بقدير بروح لعندن مشان بيقم شوني يا تقلوني ما بسطر أنت سيفر في تعمل؟ ما بمحل أطلع أسيفر يعني ما بقدير يعني مضيل الهون وما بقدير بسيفر عمطرح طاول ما قدرت جواز سفر؟ ما بحسن بنزل عند النظام بطالع جواز سفر وما نزلت لعنيك بمسكونة مطلوب؟ ما لي مطلوب بس كلها ارهابيين كل شي بيرك مع الجيش الحر ارهابي ما بحسن بنزل هناك وبدأ أسافر ما بحسن بدون جواز سفر حاولت تشتع شي برات هملة تحريك؟ حاولت رحت تركية ورجعت اشتغلت شوية ورجعت طالع التحريك؟ ايه طالع التحريك هلا بدأ أطلع نظام بطال جواز سفر سألنا قاب كلفك مئة ألف من طرف النظام طبعا في سوق سوداء ايضا انتشرت انه ممكن يعطيك جواز سفر مقابل ألف دولار أو ثلاثة ألف دولار يعني في الأماكن التي يسيطر عليها النظام حتى للذين يعني يأتون من الأماكن التي لا يسيطروا عليها هذه نقطة انتشرت ايضا بالسوق السوداء قضية الجوازات المزورة يعني ناس تعطيك جواز مزور مقابل مبلغ مادي وتقنعوا انه هذا جواز حقيقي وفي الأخير بيروح يعلق في المطارات وهذا ناس يعني اللعب شغل شغل ما بيخافوا الله هذه نقطة قضية انه المواطنين السوريين اللي في بعض الدول اللي مثلا دولة قطر ما في سفارة سورية تابعة للنظام في سفارة سورية تابعة على اتلاف الوطني طبعا الاتلاف الوطني لا يملك ان يصدر جوازات سفر على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد فشو بيبعتوا جوازات السفر المتواجدة في قطر مثلا لدولة المرات العربية المتحدة ومنها بيجدد جوازات او بيبعتوها للجالية هناك هذه مشكلة عويصة مثلا هنا في بريطانيا ما عندنا مثلا سفارة سورية لذلك لا يمكن لأي واحد يجدد جواز وهي مشكلة شخصية عنها الكثير من الناس وانا واحد منهم يعني القضية الآن يحتاج السوريون يا جماعة الخير الى حل هذا الاشكال الى كل الدول العربية الى الجامعة العربية الى كله انه يوجدوا حلا لمشكلة السوري السوري الآن لا يستطيع ان يذهب الى مصر مثلا بده فيزا سبعة عشر دولة اجنبية قالت نحن نرحب المواطن السوري سبعة عشر دولة عربية تغلق دونه الابواب يعني هالسوري يعني ما بيكافر الله عز وجل يعني بالي فيه بكل احوال هذه نقطة بحاجة الى حل من قبل جميع الاطراف الآن قضية معظمية الشام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة